موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لم يكن من الموجز الرياضية كاشفت اللجنة الأولمبية البحرينية عن خطتها الاستراتيجية حتى عام 2018 حيث أعلنت عن معايير جائزة سمو الشيخ ناصر من حمل الخليفة ممثل جلالة الملك المفدل للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العالي الشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للاتحادات الرياضية المتبيزة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأولمبية مع ممثلين الاتحادات الرياضية بالمملكة بدوره قام رئيس لجنة اعداد الاستراتيجية بشرح الخطة لللجنة الأولمبية موضحا من المحاور للخطة تشمل في الانجازات والتعلم والتدرب والصحة بالإضافة للاقتصاد والشراكة والثقافة والعمل الإداري ترأس معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القادمة الاجتماع غير العادية للجمعية العمومية للاتحاد الأسيوي الذي عقد صباح اليوم في مدينة ميلبرون الاسترالية وذلك المشاركة الممثلية عن 46 من الاتحادات الوطنية العضاء حيث أشار معالي الشيخ سلمان في اجتماع إلى أن القرار الاتحاد الأسيوي برفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا إلى 24 منتخبا اعتبارا من النسخة القادمة عام 2019 لافتا إلى أن هذا القرار يهدف إلى زيادة شعبية بطولة ورفع مستوى اهتمام كافة الدول القارة بدعبة كرة القادمة حقق المنتخب الاسرائيلي فوزا كبيرا على حساب المنتخب الكويتي بأربعة هداف مقابل هداف واحد في المجموعة الأولى في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القادمة حيث كان المنتخب الكويتي قد تقدم بالنتيجة عند الدقيقة الثامنة قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تحويل النتيجة لصالحهم بربعية تواصلت استعدادات منتخبنا الوطنية الأول لكرة القدم للقاء المنتخب الإيراني بإقامة حصة تدريبية مسائية احتضنها ملعب اس اس أندرسون بمدينة ميلبرون وانطلقت الحصة التدريبية بحضور سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحال البحراني لكرة القدم وشهدت التدريبات عودة اللاعب وزعيش للتدريب الجماعية بعد أن توقفه لمدة يومين جراء تعرضه لكرمة بعد اللقاء الودية الذي جمعه بالمنتخب الأردنية شقيقة اللعبة الحمد لله كلهم في معنويات زينة يتمرنون نوايز زينة الصبح وعصر قاعدين يتمرنون وماشينا على نماطي خاصة البارتين اللعبناها مع السعودية مع الاردن عطتنا فارغ كبير مع الفريق على أساس أننا نطلع من الضغط اللي كنا فيه عقب بطولة كاس الخليج اللي طلعنا فيها بصورة شوي ما ترضي جمهورنا البحريني اللي يتأمل فيه مننا أكثر بس الحمد لله حين الفريق أحس فينا جاهز ومستعد حق المبارة الأولية مع الإيران خاصة حق المبارتين اللفاث فيها مع المبارة السعودية وفريق الأردن ونبقى مع الخبار الأسيوية حيث أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأسيوي لكرة الغدم للطاقم الدولي البحريني المكون من نواف شكر الله وياسر تلفت وابراهيم سبت إلى رتلقاء أوزباكستان وكوريا شمالية والذي سيغام يوم غادرنا السبت في أستراليا وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية من نهاية كأس الأمم الأسيوية يواجه المنتخب العماني عقادة نظيره الكوري الجنوبي حيث يسعى منتخب عمان لتحقيق فوزه الثاني في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأسيوية التفاصيل في سياق التغرير التالي يعمل المنتخب العماني الأول تحقيق نتائج إيجابية في نهايات كأس آسيا لكرة القدم ذلك في مشاركته التاريخية الثالثة في البطولة القرية بعدما شارك في نهايات آسيا عامي 2004 و2007 وسيلعب المنتخب العماني في نهايات 2015 ضمن المجموعة الأولى الصعبة مع منتخبات أستراليا والكويت وكوريا الجنوبية وتأهل المنتخب العماني إلى البطولة الأسيوية بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 14 نقطة ويقود المنتخب العماني المدرب الفرنسي بولوغوين ويبرز في صفوف المنتخب اللاعب علي الحبسي حارس مرمى نادي ويغان أثلاتيك الإنجليزي والمعار حاليا لنادي برايتون الإنجليزي بالإضافة لللاعب عيد الفارسي لاعب العروبة العماني وإسماعيل العجمي لاعب النصر الكويتي الفريق معظمه في عناصر شابة ويملكون خبرات لا بأس بها في البطولات ولكن أكيد في هذه البطولة من السابق لأيوانو أن نقول أن هذا الفريق قد يحرز اللقب نعم نحن ننافس وآتون هنا للمنافسة ولكن إذا لم نستطع أن نصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة فنحن نسعى بدرجة إلى أن نعدي مرحلة المجموعات عمان استعدت للبطولة الأسيوية بخوض عدد كبير من المباريات الودية مع منتخبات فنلندا وأوزباكستان وإيرلندا وكوستريكا بالإضافة للأورغواي واليمن وقطر وخاض المنتخب العماني في مشاركتيه السابقتين بكاس آسيا ستة مباريات وحقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مبارتين وسجل خمسة أهداف وسكنت شباكه ستة أهداف